حركة مسافرين وشاحنات تبدد سنوات الحرب في معبر نصيب الحدودي مع الأردن عشرات البرادات المحملة بالخضار والفاكهة السورية تنهي إجراءات السفر خلال ساعات إجراءات تتضمن التدقيق والتفتيش عبر الاسكنر والتخليص الجمركي والله أنا محمل بندورة من الصنمين بندورة رايحة على سعودية تصديرها على سعودية بسوريا الحمد لله رب العالمين نص ساعة من أبقى خالصين بالإجراءات السورية كان التفتيش واللي يجي الجوازات كاملة نص سعبة بقى خالص من الجمرك السوري صورة مختلفة على الجانب الآخر من الحدود يقول السائقون عشرات الشاحنات المحملة بالخضار تنتظر أياما لانتهاء التفتيش ونقل حمولتها إلى سيارات أخرى في ظل منع الشاحنات السورية من إكمال المرور سائق أردني على براد كويت نحن نواجه صعوبة كثير بالأردن يعني تقعد خمس ست أيام ونحن قاعدين تايخلصونا بالأردن الأزمة عارف كيف؟ عدد ست أيام أنا محمل خضار كرز ومشمش وبطاطا وخص جزء من تلك الإجراءات يرتبط بضغوط إقليمية ودولية على الأردن يؤكد مراقبون الجهات السورية تركز الجهود على حل حالة ما يعترض الحركة التجارية بين البلدين حركة تشكل رئة للصادرات السورية إلى الأسواق ولسيما الخليجية منها في هناك مقاطع عربي اقتصادي غير أنها قد تكون إقليمية أو عالمية ونحن هنا نتحمل هذه الظروف القاسية حتى تسير البلد بشكل أفضل ارتفعت إرادات أمانة جمارك نصيب إلى أكثر من ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وخمسين مليون ليرة منذ افتتاح المعبر منتصف تشرين الأول الماضي حجم الصادرات السورية إلى الأردن مرشح للتضاعف في ظل توفر المنتج وحاجة الأسواق الأردنية والسعودية والكويتية له لكن التضييق على تدفق تلك السلع لأسباب تبدو سياسية بالدرجة الأولى يحد من تلك الصادرات محمد الخضر من معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية الميادين